مجددا تعاود ميليشيات الحوث الإنقلابي استهداف المنشآت النفطية بمحافظة حضر موت هجوم إرهابي ثاني شنته على ميناء الضب النفطي خلال الساعات الماضية وتم التصدي له بحسب مصدر مسؤول في وزارة الدفاع اليمنية شنت ميليشيات الحوث الإرهابية هجوما بعدة طائرات مسيرة مفخخة صوب ميناء الضب لحظة تواجد إحدى السفن التجارية في الميناء المصدر أكد تمكن الدفاعات الجوية من اعتراض وإسقاط الطائرات المعادية بينما أصابت إحداها منصة تصدير النفط في الميناء وألحقت أضرار مادية فيها تقول وزارة الدفاع إنها مستعدة لردع مثل هذه الانتهاكات التي تعتبرها لا تستهدف المؤسسات الاقتصادية الوطنية فحسب إنما تستهدف أمن واستقرار المنطقة وإمدادات الطاقة وحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية الهجوم الحوثي اعتبرته الحكومة تصعيدا خطيرا من شأنه مفاقمة الوضع الإنساني واستهتار سافر بالتداعيات الإنسانية والبيئية والاقتصادية وأعادت التذكير بجهودها الرامية إلى التخفيف من معاناة الشعب اليمني وتلبية الحد الأدنى من الخدمات رغم شحة الإمكانيات والظروف الاقتصادية الصعبة جراء الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية ودعت الحكومة المجتمع الدولي إلى عمل جماعي لردع ومواجهة الميليشيات الحوثية بتصنيفها منظمة إرهابية ومواجهة تهديداتها للسلم والأمن الدوليين فضلا عن مضاعفة الضغوط على النظام الإيراني لوقف أعماله وتدخلاته المزعزعة لأمن واستقرار دول المنطقة والعالم على هذا الاتجاه أيضا قالت وزارة النفط إن العمليات الإرهابية التي تنفذها ميليشيات الحوثي لن تثنيها عن مواصلة العمل على تخفيف معاناة الناس والعمل مع كافة الجهات في الدولة لمواجهة التهديدات الحوثية معتبرة هذه العمليات الحوثية تستهدف تشتيتا لجهود الحكومية ومسؤولياتها تجاه الشعب اليمني والعمل على تعزيز السلام وجذب الشركات ورفع المخاطر التي تنعكس سلبا على الوضع المعيشي للمجتمع وتجعل من بيئة الاستثمار في اليمن بيئة غير مستقرة